وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدب ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلماتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصل عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه في إن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سماء وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سماء وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلماتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يوم ان تصلي عليه وعلى آله عدد من سماء وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أن تخالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعلى آله عدد ما خلقت من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعلى آله عدد من صلى الله عدد من صلى الله شفيعا حفيا وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا حوظه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعة الحمائم وحامة الحوائم وسرحت البهائم ونفعة التمائم وشدت العمائم ونامت النوائم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلت السفاح واعتقلت الرباح وصحة الأجساد والأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق برق وتدفق ودق وما سبح رعب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام بأعباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فأعطه اللهم سؤله وبلغه مأمولة وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة اللهم أبلغنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وابعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالي وتدون اللهم صل عليه وعلى آله ما لا حبارق وذر شارق وبقب غاسق وانهم روادق وصل عليه وعلى آله من الألوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصام وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه وعلى آله صنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته وجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وسيرته وتوفنا على ملة واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد أفضل من بيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك ومن بيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير استراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم من هادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتقى بأب القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشب اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون اللهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلا ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة وتزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا اللهم صل على جميع أمبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة وعليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة وتؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلوم على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام وجتنا بالآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة الكرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عمد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد أطاع الله النبي العربي القريشي الزمزمي المكتي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسين والكوتر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسوله رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوث الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها زماما وأصفاها رواما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وخضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون ذقيرة وبردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضاعف الله عليه دائمة صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي اشتركوا في القناة